يتعامل عليه حلقات وكنا من أسبوع أنا وفريل إعداد مجاهزين بقى نقعد نتكلم في إيه وإيه ونقعد نهري في إيه ونحكي في إيه ونزبط فيه لكن حصل حدث هو بقى المسيطر أو المسيطر النهاردة على كل الشارع المصري وهي القرارات الأخيرة بتاعة تقليل الدعم عن أسعار المحروقات البنزين والسولر واللي هو بلغتنا الشعبية رافع سعر البنزين والسولر والمحروقات الدنيا عمالة تطلع وتنزل هد وكلام ورزع والناس بقت هنا وانت طالع النهاردة بعد غياب طبعا 35 يوم وإن شاء الله ما غيب عنكم أبدا يعني ولانتوا تغيبوا عني محتاج تتكلم في الموضوع ده ومحتاجين نسمع صوت بعض واسمع رأيكم والتليفونات هذكركم بيها وهتنزل على الشاشة فورا وهفتح تليفونات ونتكلم لكن وانا جاي النهاردة عمالة فكر هو انا هبدأ الحلاء هل انا مع قرارات الدولة او الحكومة بتقليل الدعم وانه فعلا ما كانش فيه بود مما جرى طيب لو انا مع الدولة او مع القرارات بمعنى صح لان الاصل ان احنا مع الدولة طيب الناس اللي انا بقابلها في الشارع من غير ما قابلها في الشارع الجران الاقارب الاصحاب ايه 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 طيب ما هلازم صوت الناس ده يوصل تفتكر هل صوت الناس ما وصلوش للرئيس النهاردة كلامه كله هيبقى معه وإلى السيدة الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي سيبك بقى من الحكومة والبرلمان خلينا نخلص عايزين نكلم الكبير كبير الليلة اللي هو رئيس الدولة ايا كانت القرارات القرارات اقتصاديا اقتصاديا صحيحة مية في المية اقتصاديا ليه صحيحة لان ما فيش دولة في العالم هتقعد تدفعلك ثمن البنزين والسولر لابد الابدي في ظل ان الدولار عندك وصل ل 18 جنيه وان الموازن عندك مت فرتكة مت حت سدد فوائد ديون فوائد ديون وعندك دعم بترول 145 مليار اقتصاديا صح لا استطيع بصراح بضمير وطني حر ان انا اعترض على هذا القرار اقتصاديا